في السياق وثقت قناة صلاح الدين تجاوزا على جنس الأرض وتغيير صفتها من مساحات خضراء إلى أراضي سكنية في منطقة حي الزهور وسط تكريتا ودعا مواطننا إلى إيقاف هذه الحالة غير القانونية وعودة الوضع إلى حاله الطبيعي وأن تلتزم جميع الدوائر بالمخاططات العمرانية للمدن المقرة من قبل حكومة صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر